موسيقى هي أم معها الشهادة طيب مولي يحفظها الفتحة يحفظها التشاهد مش عارف طيب هجوبك حاضر يا أستاذة مونة حاضر حاضر أولا بالنسبة لي أمنا الكريمة الحجة سعاد بنتها الأستاذة أمل أم يوسف وأم هنا يا أستاذة أمل يا أم يوسف وأم هنا يا بنت الحجة سعاد ارجع لولدتك وعمليها كويس ردي على والدتك أنا بقول الاسم بالأمارة علشان لو حد عرفها يبلغها أو هي لو شايفة دلوقتي اللي حلقت يعني تاخد بالها من الرسالة دي يا أستاذة أمل يا أم يوسف وهنا اتعلمي من سيدنا يوسف عليه السلام انتم سميه يوسف أكيد حبا في سيدنا يوسف طيب شوفوا سيدنا يوسف كان إزاي حنين على أبويه إزاي كان حنين على أبويه وعملهم معاملة طيبة فيا أم هنا ربنا يهنيك بيها يا رب يا بنت الحجة سعاد عامل والدتك كويس ملكش بركة إلا والدتك وصاحبهما في الدنيا معروفة أكبر الكبائر عقوق الوالدين وهذا الهجر من العقوق وإنها تتصل بيك ما تردش عليها برضو من العقوق أفن لمن أدرك أبويه عند الكبر ولم يغفر له فأرجوكي برضو كل حلقة هعملك رسالة كده لحد ما ترجع لولدتك كويس الحجة سامية ما فيش منع أن أنت تتدعي بأي دعاء وارد في القرآن الكريم حتى لو كان هذا الدعاء على لسان نبي تشبها بالنبي وتبرقا بالقرآن الكريم وربنا بقى هو الفتاح العليم والرزاق العليم يرزقك إن شاء الله رزق واسع بإذن الله أما دعاء سيدنا يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ده دعاء ربنا علمه لنا علشان أي واحد في أي كرب زي ما كان سيدنا يونس في الكرب هيدعوه بصدق لله عز وجل ربنا هينجيه علشان كده ربنا قال إيه في القرآن الكريم وذنوني إذ ذهب مغاضما فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أي واحد هيقع في كرب فهيعمل زي ما عمل سيدنا يونس عليه السلام بصدق ربنا برضو هينجيه زي ما نجى سيدنا إيه سيدنا يونس عليه السلام الأستاذة مونة عندها أخت عندها خمسة وثلاثين سنة وده الغلط يا جماعة لابن حذر منه علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ده الغلط أنك تسيب الواحد ما يتعلمش لحد ما يبقى سنه كبير ومش عارف يصلي صحه ومش عارف يحفظ التشاهد فربو ولادكم هم صغيرين على أنهم يصلوا ويحفظوا لأن الذاكرة في الصغر بتكون ذاكرة تستوعب وتقدر تحفظ إنما في الكبر بتبقى صعبة على كل حال هي النهاردة خمسة وثلاثين سنة مش عارفة تحفظ التشاهد نعمل لها إيه أولا لازم تحاولي معاها يا أستاذة مونة لحد ما تحفظيها على الأقل نص التشاهد اللي هي إيه التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وتسلم بعد كده طيب مش عارفة تحفظ اكتباه في ورقة وحطها قدامها وهي بتصلي تصلي وما تيجع عند التشاهد يا ستي تقراها من ورقة لو بتعرف تقرأ طب ما بتعرفش تقرأ هنعمل فهنعمل إيه خلاص تقعد بقى وتعمل حركات التشاهد لكن تحاول تحاول يعني أنا مش عايز أتساهل في الأمر لأن الصلاة أمور توقيفية يعني بنتعبد إلى الله عز وجل بالطريقة اللي تعبد بها النبي والتسليم ده يعني ما ينفعش الصلاة من غيره فحاول معاها مرة واثنين وثلاثة وإن شاء الله ربنا يحفظها بإذن الله أنا شاكر لحضراتكم اللقاء انتهى ونتواصل معكم في لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته